أكد وزير الخارجية سامح شكري على حتمية تحرك الأطراف الدولية تجاه ضمان التنفيذ الكامل لما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2720 خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل الآلية الأممية على وك السرعة لتنسيق وتعجيل إنفاذ المساعدات لقطاع غزة جاء ذلك خلال اتصال الهاتفي انطلقاه الوزير شكري من النائب بمجلس العموم البريطاني ديفيد لامي وزير خارجية حكومة الظل عن حزب العمال المعارض الاتصال تطرق إلى التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة ومخاطرها على مستقبل استقرار المنطقة وقد أعرب سامح شكري في هذا الإطار عن قلق مصر البالغ نتيجة العمليات العسكرية التي يشهدها المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية محدرا من النتائج الوخيمة المترتبة على توسيع رقعة الصراع في المنطقة هذا وأكد الجانبين على أهمية إيجاد الأفق السياسي الملائم لحل الأزمة الرهنة من جذورها بشكل مستدام وأكد وزير الخارجية على ضرورة إطلاق عملية سلام جادة بإطار زمني محدد يسادف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين من أجل تحقيق التعايش والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر